مع الحديث عن نية الولايات المتحدة شطوى الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية بدأت القوى والميليشيات الموالية لإيران في العراق تعد العدة لإنتاج نموذج مشابه للحرس الثوري الإيراني في العراق كما كانت تريد منذ أول يوم تأسست فيه ميليشيات الحجد وفق ما أعلنه مصدر برلماني وقال المصدر إن العراق يعاني من معضلة الدولة العميقة التي تمثلها الميليشيات وتدار من قبل فيلق القدس الإيراني معبرا عن خشيته من أن ينساق البرلمان الحالي والحكومة المقبلة خلف الضغوط الإيرانية بتشكيل حرس ثوري عراقي تحت مسوغ إضفاء طابع مؤسساتي على الميليشيات الحرس الثوري الذي يمثل يد إيران الضاربة يدير برطارية أعمال بالإضافة إلى قوات نخبة مسلحة واستخباراتية في العراق وسوريا ولبنان واليمن لتنفيذ خطة توسيع النفوذ الإيراني في المنطقة تحت إشراف فيلق القدس التابع له ويرى متابعون للشيان العراقي أن غض إدارة بايدن الطرف عن جرائم الحرس الثوري الإيراني كجزء من مفاوضات فيينا النووية سيجعل الفضاء مفتوحا أمام الميليشيات لمضاعفة جرائمها والإيغال في ممارسات التغيير الديمغرافي لا سيما في مناطق حزام بغداد وديالة وسامرة وغيرها ويجمع المراقبون السياسيون على أن الإعلان عن تشكيل حرس ثوري عراقي يمثل محاولة لإنقاذ زعماء الميليشيات من المحاسبة القانونية بعد الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبت بحق المدنيين العراقيين كما أن القرار يعني أيضا أن علاقة الحكومة في بغداد مع طهران ستقود لتبعية أكبر بغطاء التحالف محذرين من عواقب القرار الأمريكي على العراق في ظروف إقليمية ودولية ملتهبة ومتغيرات جيوسياسية حاسمة يشهدها العالم وإلى جانب المخرجات العسكرية والجيوستراتيجية سيكون الاقتصاد العراقي تحت سيطرة الحرس الثوري نهيك عن تحويل النظام المالي والمصرفي العراقي إلى أداة إيرانية لتمويل الإرهاب والالتفاف على العقوبات وبالمحصلة ستتعدى هذه الآثار المدمرة حدود العراق وسيكون القرار بمثابة إعطاء ضوء أخضر للنظام الإيراني لتعزيز مشروعه والتوغل أكثر في نفوذه على حساب دول المنطقة